زارت اللجنة العليا لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية النصب التذكاري لأحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 والتي تعد واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية التي شهدتها الإنسانية خلال القرن الحالي ولفت أعضاء اللجنة إلى أن وجودهم في هذا النصب في نيويورك من أجل تكريم الضحايا الذين أزهقت أرواحهم جراء الهجمات الإرهابية التي تعرض لها أناس أبرياء وقد صلى جميع أعضاء اللجنة في الموقع كل بحسب ديانته من أجل كل ضحايا الإرهاب في العالم